السلام عليكم تكملت المحاضرة التاسعة بعد ما جمعت الكي وان العفوية الار زيرو من حوالتين ثمانية واربعين بت سواتينها عملية اكس اور طلعت هاي القيم مالتين لسه اني بعد ما اتخليه سواتين عملية ثمانية واربعين بت خليتي ثمانية واربعين بت لازم ارجع ارجع حيني ثمانية واثلاثين بت حتى ارجعني ثمانية واثلاثين بت اكتب هذا القانون اللي هو كي ان زائد اي ار ننقص واحد هو ريد كي واحد يريد الان قيمتها واحد فاذن كي وان زائد اي ار واحد ننقص واحد كي وان زائد اي ار زيرو اللي هي هاي اجي هذن الاجزاء اللي ااني طلعا من عملية الجمع اخذهن اقسمها للااجزاء كل جزء اسمي اس بي اس وان من قوسين بي وان هذا الجزء الاول الجزء الثاني اس تو بي تو جزء الثالث اس ثري بي ثري جزء الرابع اس فار بي فار لاحيصا عندي ثمانة اجزاء من اس وان بي وان الى اس ثمانية بي ثمانية بعد ما طلعت هن اخذ جزء جزء عند الجزء الاول اللي هو اس بي اس بي اس وان بي وان العفوه يساوي ذا قيمته اللي هي صفر واحد واحد صفر 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 يحتوى على ست بيتات اخذ هذا الجزء كل جزء من هذن الاجزاء اللي موجودة بالمعادلة رح ينطيني الها مصفوفة خاصة وهذه المصفوفة همات متنحفوظ هو ينطينيها بالسؤال ينطينيها يقول لي اس وان هاي اس وان الاول جزء الاول اجي هاي القيمة اخذها على صفحة هذا البت الاول البت الاول والبت الاخير اسويها عملية فصل افصل حين اخذ هنا البت الاول وهذا البت الاخير صفر صفر هاي صفر صفر اذا اخلي فوقاهم اخذ هذا البت الاول والبت الاخير اخليهن هنا صفر وهذا صفر باعتبار أن هذا قسم وهذا قسم أقسم والله يبقى من هذا العدد هو 1 1 0 0 هذا أخلي فوق هنا 1 وأخلي هنا 2 1 في 0 0 زاد 2 في 0 0 إذن ناتج 0 هذه القيمة والبت الأخير اللي أطلعها هو يمثل قيمة الصف هذا الصف قيمة الصف أسأل أخذ هذين البتات الوسطية اللي أنا طلعتهم 1 1 0 0 أخلي فوقها القيم 1 2 4 8 1 في 0 0 زاد 2 في 0 0 زاد 1 في 4 4 زاد 1 في 8 8 ويساوي لأجمع الناتج يكون 12 هذا 12 هو رقم العامود من لحيطيني هاي المصفوف ولحيطيني ذن القيم فقط هنا هذا هنا عندي 4 صفوف أرقم هنا الصف الأول صفر لمثل الصف الأول 1 مثل الصف الثاني 2 مثل الصف الثالث 3 مثل الصف الرابع وذن الأعمدة أرقمها من صفر إلى 15 لحيصر أني عندي 15 صف عفو 16 عامود لحرقمها من صفر إلى 15 فأجي أول شيء آني من طلعت ذن البتات الطرفية حصلت على صفر يعني الصف الأول أجي أبقي آني هنا عندي القيمة لحيكون فقط بهذا الصف طلعت الصف أجي بعدين بالبتات الوسطية عندي طلعت القيمة 12 يعني أندي بالصف الأول والعامود 12 هذا العامود 12 رقمه هذا رقم العامود 12 وبالصف الأول أجي هنا أمشي هذا الصف الأول وهنا العامود 12 رح أقف عند هاي القيمة 5 ما دام هاي القيمة 5 أجي هنا أكتبها ويساوي لخمسة هاي الخمسة أحولها للبانيار لأن هاي بالهكسة دسومور لح تنتج لها القيمة اللي هي صفر واحد صفر واحد هذا من خلصت الاس وين بي وين أخذ البعض الجزء اللي هو اس تو بي تو هاي اس تو بي تو كذلك أهم لح ينطيني إلها مصفوفة ثانية ما أمونفس هاي المصفوفة ثانية همات هاي اس تو بي تو ويساوي لش كذ قيمتها موجودة هنا صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر 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 واحد أجي أخذ أول شي البتات الطرفية هاي صفر وهذا الواحد أكتب هنا صفر واحد خلي هنا واحد وخلي هنا اثنين واحد في واحد واحد زاد اثنين في صفر صفر إذن الناتج واحد هذا رقم الصف زين أخذ بعدين البتات الوسطية البتات الوسطية اللي هي قيمتها واحد صفر 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 أخذي فوقها واحد اثنين اربعة ثمانية نحن أخذ أساعدها إذن البتات الوسطية اللي هي واحد صفر 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 خليت فوقها رقمه واحد اثنين اربعة ثمانية حتى أطلع قيمتها أحولها من البايناري للهكسة واحد في صفر صفر زاد اثنين في صفر صفر زاد اربعة في صفر صفر زاد ثمانية في واحد ثمانية ويساوي ثمانية إذن الصف رقم واحد والعامود رقم ثمانية أجي أشوفه ها طبعا هنا هو مو صح الحل هنا لح طبقه بس للتوضيح فقط لأنه لح ينطيني مصفوفة ثانية للS2 بس آن هنا للتوضيح مثلا مني طلع للصف الثاني الصف رقم واحد طلع للصف رقم واحد والعامد رقم الثماني أجي هنا هذا الصف رقم واحد وهنا العامد رقم الثماني إيج قد هنا لح أقف عندي قيمة عشرة إذن العشرة هاي بالهكسادس المال أحولها للبايناري فهذا هنا يكون هيج السؤال من أطلع هاي القيم الS1 والB1 لحد الS8 الS8 بي 8 الثاني أخذ قيمة قيمة من هذا الني وأجي أفصل هنا البتات الطرفية لح تطلع لقيمة الصف والبتات الوسطية لح تطلع لقيمة العامود أقف عند القيمة اللي يصر يطلع لتقاطع بين الصف والعامود وهالقيمة أحولها للبايناري بعد ما أحولها للبايناري وكل جزء من هذا الني لح ينطيني إيهن مصفوفة خاصة مو هاي المصفوفة يتمشى على كل الأرقام هذا مصفوفة أولى هاي المصفوفة الثانية يعني لحينطيني 8 مصفوفات بالسؤال وهذا المصفوفات متنحفظ هنا ويطنيان بالسؤال لحينتج لقيمة اللي هاي S1B1 لحد S8B8 لحينتج لذن القيمة هي اللي عبارة عن 32 بت هاي القيمة اللي هي عبارة عن 32 بت نكمل بالجزء الثالث